اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البائع الماهر طبعا الأشياء اللي انا اقولها هي الأشياء اللي تجعل من الشخص بائع ناجح ومتمكن ومتميز تمام ليس معناته انها يعني هناك العادي وهناك الجيد وهناك الممتاز وهناك المثالي احنا نحاول ان نبين المثالي كيف تكون شخصيته تمام فهذه الأشياء المفروض انك تتجنبها قدر المستطاع لكي تصبح بائعا ماهرا طيب اولا الانشغال اثناء الحديث وانت في حديث مع العميل المفروض ان تتجنب اي احاديث جانبية او اي شيء يشغلك عن هذا العميل لان الشعور بانه فقدك هذا يفقده اي حماس او اي رغبة في اكمال العملية او حتى تكملة النقاش فيها الثاني ان تقول سأحاول هذه جملة غير كاملة يعني يقول لك والله انا ابغى كذا وكذا وانا ابحث عن المنتج الفلاني بالشيء الفلاني باللون الفلاني مواصفات الفلانية هل ممكن توفر لي تقول بحاول بتحاول ايش بتحاول توفره بتحاول تجيبه لي بتحاول تسأل عنه بتحاول ايش لازم اجاباتك تكون واضحة قدر المستطاع بحاول اني ادور لك عليه واذا حصلناه هتواصل معك كذا هو عارف متى ينتهي دورك وهو ايش ينتظر منك بالضبط طبعا اليوم ما طلبت منكم تحطون لي رقم ثلاثة اذا كان الصوت واضح انا فجأة كذا ماعد سمعت ولا حس مدري انتو اندمجتو مع المحاضرة ولا فيه صوت حلو فيه صوت صراثة ممتاز طيب اي لانه فعلا فيه ناس تضحك فعلا انا حس مدري انتو اندمجتو مرة ولا يعني طيب ممتاز ان تقول هذا ليس خطأي العميل لا يهتم من من هو المتسبب في الخطأ اللي وقع فيه طبعا يعني في الدورة اليوم وبكرة ان شاء الله برضو حنتكلم على كيف التعامل مع هذه المشاكل او في مواقف مثل هذه لذلك انا بس ابغى اوضح الاشياء اللي مفروض تتجنبها بعدها نحن ندخل في تفاصيل اكثر فان تقول هذا ليس خطأي لا تعزل نفسك عن المنظمة حتى وان كان الخطأ فعلا لست انت السبب فيه لا تعزل نفسك عنهم لا تقول هذا ليس خطأي ان تقول نحن الاقل سعرا في السوق هذه الجملة قد لا تكون مية في المية متأكد منها تمام قد يكون هناك عوامل اخرى ادت الى انخفاض السعر في مكان ثاني وبالتالي يؤثر على كلامك انت او على مصداقيتك انا بعطيكم قصة سريعة واقعية حقيقية في مجموعة سوبرماركت تيسكو موجود في بريطانيا هذا السوبرماركت عندهم ما يسمى بـ يعني ضمان السعر الاقل يضمنون بان السعر اللي عندهم هو الاقل وقاموا باعتماد منهجية اسمها يعني اذا قدرت انك تجيب منتج احنا نبيعه يعني منتج متوفر عندنا اذا قدرت انك تجيبه من اي مكان ثاني بأرخص منا احنا بنعطيك الفرق بنعطيك الفرق يعني شوف التحدي وين وصل انه نحن الاقل سعرا في السوق وكان موضوع تحدي منافس له منافس لتسكو هي كيف طيب يضمنون حلو السؤال اختي هيام لو سمحتي وضحيلي السؤال اكثر وضحيلي السؤال اكثر عشان اقدر عشان اقدر اجاوبك مثل شركة المياه لا الفكرة الفكرة لا هذا التحدي او هذا النظام اللي موجود عن تسكو هو للأبد انه الشركة تنزل طبعا السؤال اللي قالت اخت هيام انه عندنا في سعودية في شركة مياه واحدة منهم تبيع بخسارة وهي عارف انها خسرانة بس تبغى تكسب عملاء لا اخ رجب انا معك لانه الاسئلة مفروضة تكون في الاخير ولكن هذا في صلب الموضوع لذلك مهم ان احنا نفهم هناك سياسة في طريقة التسعير هي اني اكون اقل من المنافس علشان اتخلص من المنافسين احاول اني اكسب عملاء قد ما اقدر ولكنها استراتيجية مؤقتة النظام اللي متبعت اسكو هي نظام دائم طول العمر مدام انك يعني ليست هو تحدي للأبد وليس فترة قصيرة تمام ف اللي صار انهم اعلنوا كان لأول مرة انه احنا بنتبع هذه السياسة وهذه اصبحت سياسة الشركة انه نحن الأقل سعرا ونحن يعني نتحدى ان واحد يوفر أقل مننا ولو قدرت انك تجيب منتج احنا نبيعه بأقل مننا احنا بندفع لك الفرق المنافسة شركة كوبرتب اول ما سوت تسكو هذه الحركة قامت قالت تدري انا بوريك كيف انت الأقل سعرا ببساطة ما نزلت اسعارها بشكل دائم ولكن سوت تخفيضات فقط تخفيضات 40% 30% 50% على حسب المنتجات طبعا نحن تتكلم على من السبب ماركتات الكبيرة اللي تتوفر فيها كل شيء مثل من مواد غذائية من أدوات منزلية من يعني من معدات استخدام شخصي اللي صار انه الناس اقبلوا على كوبرتب بحكم انه الاسعار أقل اشتروا بعدين ايش صار راحوا لتسكو وقالوا شوف يا حبيبي انا اشتريت نفس المنتج اللي انت توفره بسعر أقل طبعا هو صار سعر أقل لأنه فيه تخفيض لكن العرض اللي انت قلت يا تسكو ما قلت شرط اللي يكون ضمنه تخفيض انت قلت انا اتحدى احد يبيع بأقل مني هذا ولا باعه وقل منك يلا اعطيني الفرق شركة 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 تسكو خلال ما يقارب الثلاثة اشهر دفعت اربعين مليون باوند يعني اضربها في خمسة يعني ميتين مليون ريال للعملاء علشان يلتزمون بهذا الوعد اللي هم قطاعوه على انقصهم بعد كذا العرض ما زال مستمر الى اليوم طبعا القصة هذه صارت قبل سنوات كثير اللي صار انهم لما اعتمدوا هذا النظام ليصبح استراتيجية الشركة طويلة الامد قرروا انه احنا بنطبق هذا النظام ولكن تحت شروط معينة يجب ان يكون السعر غير شامل لاي تخفيضات اضافية بالضبط يجب ان يكون هذا هو السعر الثابت وليس بوجود اي تخفيضات فالقصة انا بس اللي ابغو اوصلها انه لا تقول احنا الاقل سعرا في السوق لانه يعني لا تعلم عن مستجدات موجودة خارج المنظومة العمل اللي انت تعرفها او عندك ادراك فيها مثال كبير ولكنه يوضح ليش المفروض انك ما تقول شيء لا تستخدم كلمات توحي بالتعميم مثل دائما او ابدا او مستحيل او اطلاقا لانك لا تعرف الخوافق تخيل انك تقول احنا دائما نوصل المنتجات للعملاء في الوقت المناسب دائما نوصل المنتجات للعملاء في الوقت اللي احنا وعدناهم فيه وانت يوم قول دائما تقصد انه في معظم معظم الحالات 99.9% من الحالات نوصل في الوقت فتخيل انه يقول لك غريبة ولد عمي انا مشتري منكم قبل اسبوع وتأخر عليش احنا قالوا لي بيجي بعد الظهور ما جو هلا بعد المغرب يعني استخدام كلمة دائما وانت استخدمتها من منطرق انه تعمم او تجمل الوضع ولكن هو فهمها دائما بانها 100% والمرات فمجرد ما يقول طيب صارت الحالة هذه ما عدت تقدر تسحب كلمة دائما سحبها الآن قد يؤدي الى يعني فهم خاطئ في سؤال جميل يقول ايش البديل لهذه الكلمات البديل بدل ما تقول دائما احنا نوصل مثلا او دائما احنا نوفر المنتجات في الوقت المناسب او ممكن تقول احنا نوفر المنتج في الوقت اللي يبحث عنه العميل اذا ما في اي عوامة خارجية اثرت علينا اذا شركة التوصيل وفت معنا احنا هنوصلها في الوقت المناسب اذا ما كان في زحمة في الطريق مثل ما تقول الاخت منار هنوصل ها في الوقت المناسب اذا بدر او كان بيكون نعطيك خبر قبلها عشان انت ترتب وقتك وترتب جد واكبر لا تعمم لا تقول احنا مستحيل ما عمر احد اشتكى علينا يقول كيف احد اشتكى عليكم واخويا قبل ستة شهور رافع فيكم شك والوزار في التجارة مستحيل او ما عمرها صارت لا تقول لا تعمم حاول انك تتجنب كلمات التعميم لان الشخص على قناعة تامة بانه هو اعلم بحاجته هو اعلم بالشيء اللي هو يحتاجه فلا تتقمص دور المعرفة اكثر وتقول الشيء اللي تبغى انت تراه كده وكده وكن حذر من هذه الكلمات امس كان في حديث عن كيف يمكن لك ان تبني ثقة العميل كيف يمكن لك ان تعرف احتياجات العميل كيف يمكن لك ان تبني ثقة العميل بدون ان تتحدث اليه مباشرة ممكن خلال خمس ساعات من وقت الطلب ممكن نعم كيف ممكن ان تبني ثقة العميل بدون ما تتحدث اليه مباشرة وكيف ممكن ان تعرف احتياجات العميل بدون ان تتحدث اليه مباشرة الاجابات على هذه بتختلف من شخص لآخر لذلك أقترح أنه نوجهها في الرابط اللي أنا رسلت لكم أمس وبرسل لكم اليوم برضو إن شاء الله نخلي النقاش هناك يكون أفضل عشان ما نستهلك الوقت هنا وما أظلم أحد بأنني أقرأ إجابات وأترك إجابات فنخليها هناك عشان الوقت فقط كسب ثقة العميل حتى تستطيع أن تكسب ثقة العميل لازم تكون دائما مستعد لتقديم الخدمة للعميل لازم تكون دائما مستعد لتقديم الخدمة أشرك العميل في العرض أو أطلب مساعدته لما أقول أكسب أو أشرك العميل أو تطلب مساعدته لكي تستطيع أن تكسب ثقة أن تطلب مساعدته في تقديم معلومة إضافية عن المنتج أنك تشركه في العرض بحيث أنك لو مثلا كان يريد يشتري تلفزيون أنك تقول له خذ شوف الريموت هذا جربه الجوال مثلا بيشتري جوال تقول له امسك الجوال وشوف جودة الكاميرا بنفسك بدل ما تقول شوف خليني أورريك كيف جودة الكاميرا لما تشركه يكون في ثقة أكثر في أريحية في التعامل أكثر دائما احتفظ بشيء مكتوب عن الشركة أو عن المنتج العقل الباطني للإنسان يتوقف كل 24 ساعة لمدة أربع ثواني عن التفكير عن التحليل عن الاسترجاع تمام؟ أبغاك تركز معي في المعلومة هذه لو سمحته في بعض الأحيان تلاقي واحد يسألك يقول لك فين بيت عقيل؟ فجأة وبدون سابق انذار تلاقي مخك وقف ما تقدر تجاوب ما تعرف الجواب أصلا تقول عقيل يا أخي أنا أعرف بيت بس فين راح؟ خلال ثواني بسيطة خلال ثواني بسيطة تقول سبحان الله كيف نسيت؟ هذا هو في آخر الشارع طبعا أتذكر واحد من أخيائي لما قلت له هذه المعلومة أعطيتها المعلومة هذه قال لا أنا العكس أنا طول اليوم مقفل ويشتغل أربع ثواني بس عموما العقل الباطن يتوقف عن العمل لمدة أربع ثواني لا تخلي هذه الأربع ثواني تجي في وقت أنت يعني مع العميل في تقديم معلومة مهمة أنت تعرف المعلومة ولكنها غابت عن بالك خلال هذه الأربع ثواني لذلك احتفظ بشيء مكتوب لأنك إذا قلت لحظة دقيقة وطلعت يعني الورقة من جيبك على أساس أنك تسترجع المعلومة فيها تقبل أكثر من أنك تماما توقف وتفكر بعدين تعطيت جواب المصداقية تكون أقل بكثير لذلك أبقي شيء يعني جنبك وجاهز لأنك تسترجع في أي وقت كذلك أذكر قصة لعميل سابق قمت بمساعدته ذكرك لتجارب يعني مع عملاء سابقين تعطي مصداقية أكثر تعطي وصف دقيق لحالات قد تكون مشابهة لحالة العميل اللي أنت تتعامل معه لذلك مهم جدا أنك تذكر قصة لعميل تعاملت معه سابقا و يعني وضحت تفاصيل طريقة الخدمة اللي حصل عليها العميل أذكر أسماء عملاء كبار إذا ما يبغي إذا ما يبغي يسمع في هذا الأخوان يقول طيب إذا ما يبغي يسمع ليس بالضرورة أن يسمع ولكن حينما أقول أذكر قصة ليس بالضبط القصة بتفاصيلها ولكن أنك تدخل جزء من المعلومات يعني أنك تقول واحد جاي بغي يشتري جوال ما تقدر تقول له والله أنا جاء عندي عميل قبل أمس وكان يلعب كورة وطاح جواله وبالغلط دعس عليه وانكسر وجاي بغي يشتري جواله القصة هذه ما تعني للعميل أي شيء ولكن المهم أنك تقول هذا في عميل جانا قبل أمس وخلال خمس دقائق اشترى الجوال وخرج يعني إجراءات من سريع حاول أنك يعني تعطيه جرعات من تجارب أخرى في أحد الأخوان يقول وقعوا في حرج أنه شخص شاف أرض وعجبته وليوم جاي بيشتريها اكتشفوا أنه صاحبها قد باعها حتى يعوضون هذا العميل تنازلوا عن مبلغ العمولة ببيع أرض أخرى هذه هي خدمة العملاء أن تضحي بشيء مقابل أن ترضي عميلك بالشيء اللي أنت وعدت فيه أيضا أحفظ قائمة بأسماء العملاء الدائمين وأذكر أسماء عملاء كبار أنك تقول والله ترى جامعة الملك عبد العزيز يشترون من عندنا ترى حياك الله أخي ما تتشرف فيك أسعد فيكم أنك تقول جامعة الملك عبد العزيز تشتري من عندنا أنه والله مجموعة شركات عقيل بن فيصل بن كدسة هم عملاء عندنا ويشترون جهزتهم من عندنا خلوني أحلم شوية كل هذه يعني تزرع الثقة عند العميل واللي خلي ما عليكم زود اللي يخلي العميل يكون في ثقة أكبر بأنه أنت وثقوا فيك شركات كبار أو عملاء كبار فبالتالي أنا أقدر أني أثق فيك احفظ قائمة بأسماء العملاء الدائمين اللي دائما يتكررون عليك عشان تسترجع أسماءهم في حال يعني صادفتهم مرة أخرى أتشرف يا آخر لي أتشرف طيب طرق العرض البيعي والعرض البيعي نقصد فيه أنك تعرض منتجك والغرض هو البيع أو تحقيق المبيعات أولا الحث والاستجابة يعني اقتراح المنتجات في حال لم يكن ما يدور في ذهن العميل معروف حاول أن تحس العميل على أن يتحدث أو أن يتكلم تمام إذا هو معارف شيء يبغى من الممكن أن تبدأ باقتراح منتجات عليه وهذه نلاحظها كثير خصوصا عند محلات العطور تمام أحيانا العميل جاي فيه عطر معين يبغاه ولكن ما يعرف اسمه يعرفه بالريحة هنا الاقتراح أو اقتراح المنتجات يبدأ يساعد في أنك تقترب أو تبتعد من المنتج الذي يبحث عنه بحيث أنك تعرض عليه منتجات أخرى يعني عن طريقها تقدر تعرف يقدر يقول لك إيه وهذا قريبة منه الرائحة هذا لا هذا أبداً مهزية هذا توقع أن العلبة شكلها كذا يعني كل هذه هي حث واستجابة أنت تحث على أن تعرف ما بداخله تمام صياغة البيع وهذه مثل التي سبقتها ولكن معرفة بسيطة بحاجات العميل يعني صياغة البيع لنقصد فيه حتى تتم هذه العملية حتى تتم عملية البيع يجب أن نعرف الحاجة التي يعني بحث عنها العميل في هذا المنتج لما نتكلم عن عطر ليش تبغى هذا المنتج هل لأن مثلاً رائحة عطور وردية هل رائحة فواكه أو لأن يطول يمسك عليك أو لأن ينتشر بسرعة حاجات العميل هي التي تساعدك في طريقة صياغة البيع الآن بعد أن عرفت وتحدث مع العميل وعرفت كل الاحتياجات يمكن لك أن تلبيها بتوفير المنتج المناسب للعميل لو تلاحظون التسلسل كيف جاي أنا أعرض ثم أتعرف على الحاجات ثم ألبي هذه الحاجات من الأشياء المهمة اللي يجب على أي شخص في هذا المجال أن يعرف كيف يواجه اعتراضات العملاء السلايدات القادمة هذا والذي يلي فيها كلام كثير ممكن أفتحها وأقراها لكم ولكن في نفس الوقت أبغاكم طيب هذه هذا هو ممكن أبغاكم تصورون الشاشة في مواجهة اعتراض العملاء السلايدين الجاية التالي والذي يلي فيها كلام كثير أبغاكم تصورون الشاشة إذا ممكن وبعدين ركزوا معايا مو لازم تقرأ لأنه أنا حقرال الكلام بعدين بعد ما تخلص الدورة ونقفل وتروح مع نفسك وتبغى ترجع المعلومات ورجعت لها وفهمت يا سلام حسيت أنه في الأخبطة أنا موجود وتواصل معي سواء عن طريق تويتر أو عن طريق قناتي على تليجرام كل موجود المهم أن تستوعب الأفكار التي أنا سأقولها الكلام اللي أنا أقوله ليس بالضرورة قد ستجده في كل كتاب أو في أي كتاب أو في أي دورة الشيء اللي أنا سأسوي وجلسة قدم لكم هي أشياء أنا أعددتها شخصيا بناء على قراءاتي وطلاعي وحديثي مع مقدمين خدمة وتعاملي مع شركات مهتمة بخدمة العملاء لذلك كلام قد يكون مختلف عشان كذا يهمني أنك تفهمه من نصدره تمام مواجهة اعتراض العملاء أن تضيف مزيد من المعلومات إلى اعتراضات العملاء تخيل عميل يعترض وتقوم أنت تدعم اعتراضه كيف تتصور أن يكون ردة فعله أنت تقول إي وصح في العادة لما تواجه موظف وتعترض على خدمة معينة أو على منتج معين تلاقيه أول شيء يتخذ خطوة الدفاع يبدأ يدافع عن نفسه وعن شركته وعن المنتج وعن صح أو لا لكن تخيل أن ينصدم العميل بأنك تقف في صفه هتلاقي نفسك يعني هتلاقي العميل تلقائيا هداء وبدأ يحاول يبحث عن حل معك لذلك كمثال يمكن أن تقول للعميل أو العميل يقول ليس لدي وقت فائض أخصصه لتركيب هذا الجهاز تمام في موظفين عملاء بيقول والله للأسف الأخ شكر يقول ممكن أن نقول الزبون على حق بنرجع لهذه الكلمة بعدين الزبون دائما على حق بنرجع لها بعدين وهذه لي فيها تفصيل كثير عمون فبدل ما يقول ليس لديه وقت مخصص بيقول لك فعلا أختيمان بيقول والله احنا ما نركب ولا والله يودي أخدمك يا أخي بس احنا ما نقدم هذه الخدمة لكن تخيل أن تجيبه بأن تقول نعم ما تفكر فيه معقول جدا وهذا أيضا هو التصور عند الشركة الفلانية والشكل للشركة الأخرى قبل ما يطلبون الجهاز ولكن مع العرض اللي بتحصل عليه في خطة دعم رائعة نتكفل بموجبها بأن نقوم بكل الأعباء عنك مثلا أو يقول ليس لديه وقت فائض وخصصه لتركيب هذا الجهاز فتقول يركب لكن أنت تقدر تركبه على جزئيتين يا سلام أنا الآن بجاوبك يا أختي لما يقول ليس لديه وقت فائض وخصصه لتركيب هذا الجهاز وأنا فعلا الخدمة مهم توفر عندي ما عندي خدمة تركيب أن أدعم كلامه والله كلامك منطقي فعلا أنا ما يعني ما ألومك لأن الجهاز يستغرق وقت للتركيب ولكن ممكن تركبه على جزئين يعني بدون تلخبط فيها قد يصمم العميل على أن يحصل على خدمة ليست متوفرة عندي تمام فهذا ببساطة اعتذار بسيط أنه للأسف إحنا ما نقدم هذه الخدمة ولكن في الشركة الفلانية تقدمها الشخص الفلاني يقدمها في أشخاص معروفين بالتقديم أي شخص في المجال الفلاني ممكن ابحث له عن حل العميل ما يهمه من سبب المشكلة المهم أن يبحث عن حل أو فعلا أخت عهد تقول ممكن أبين لأنه في أوراق تبسط لعملية التركيب في خطوات ولو واجهت مشكلة تواصل معنا وإحنا بنمشي معاك فيها خطوة بخطوة إلا تستطيع أن تركبها تماما حول اعتراضات العملاء إلى أدوات لاستكشاف الحلول عندما يقول العميل يبدو عرضك جديرا بالاهتمام ولكنه باهظ التكلفة ولا يمكننا الآن التفكير في دفع كل هذا المبلغ معظم البائعين هنا يحاول أن يستعرض مزايا العروض وتفنيد اعتراض التكلفة الباهظة يعني يبدأ يحاول أن يستعرض المزايا الموجودة في هذا المنتج أو في هذه الخدمة لأن العميل وجد أن التكلفة هي المشكلة الآن أنت عندك أداة لاستكشاف حلول هل إذا قللت السعر حتستجيب لأنه في عملاء كثير يستخدم السعر كطريقة لصد البائع لأن واحد يقول لك ما عندي ألف ريال على طول يوقف العملية لأنه مستحيل أنه يشتري مني لكن في ناس يستخدم هذه لأنه يبحث عن ستارة واقية تبعد البائع عنه فبالتالي يقول للأسف والله مرة غالي طيب الآن هي أداة لاستكشاف اسأل طيب لو نزل السعر وصار كذا ممكن إذا كان ممكن معناته فعلا عنده مشكلة في السعر وأنا حاول أني أبحث لك عن خصم وأتواصل معك إذا قال لا والله حتى إذا نزل السعر ما أتوقع معناته في مشكلة أخرى حاول أن تستنتج إشهاد المشكلة ليس بالضرورة عشان هو يشتري ولكن عشان تحاول أن تتفادى الوقوع في هذه المشكلة مستقبلا أو محاولة تفاديها مع أشخاص آخر هل الاعتراض المعلن هو المشكلة الحقيقية الوحيدة أن العميل يقول تكلفة منتجكم كبيرة وعلى البياع الرغب في استقصاء كل الاعتراضات منذ البداية ولو افترضنا أن الكلفة ليست أمر مهم فهل لديك أي اعتراضات أخرى هذا يعني توضيح أكثر للنقطة السابقة بمثال مفصل إذا صورت الشاشة ممكن أنتقل للنقطة التالية الاستماع إلى الاعتراض من المهم جدا أن تستمع إلى اعتراض العميل كاملا لا تستبق الأحداث ولا تتسرع في الرد بمجرد ما تسمع العميل يقول طيب واذا صار الشركة الفلانية عندهم كذا أعطيه فرصة يشرح بالضبط الفكرة الموجودة عنده سبب اعتراضه لا تتخذ أي إجراء بدون ما تستمع فقط استمع لأنه وقتها ممكن تأخذ بعض الأدلة اللي تساعد في معرفة سبب الاعتراض الأساسي وبالتالي يساعدك على حل هذا الاعتراض أعد ما قاله العميل يعني الكلام اللي قاله ارجع قوله بس بصيغة أخرى عشان تتأكد أنه أنت فهمت بالشكل السليم بالضبط اعتراض الزبون شكرا لك أخ شكر اعتراض الزبون هو تغذية راجعة للشركة هو مهم جدا للشركة عشان تطور من نفسها مهم جدا أنك تعيد للعميل الشيء اللي قاله بس بصيغة أخرى إذا عدت كلامه حرفيا حرف حرف ليس إيحاء بأنك فهمت الكلام ولكن حفظته قد يكون المعنى مختلف عن الشيء اللي انت سمعت لذلك مهم جدا أنك تعيد الصياغة بالطريقة اللي انت فهمتها عشان تتأكد أنه هذه هي المشكلة اللي في بعض الأحيان الاعتراضات الأولية أو الأولى لا تكون السبب الحقيقي للقلق مثال نعم نعم ممكن بصيغة السؤال أو التأكيد مثال كثير من العملاء المتوقعين لا يريدون أن يعترفوا بأنهم لا يملكون المال لشراء ما تم عرضه ولذلك سوف يثير مجموعة من الاعتراضات قبل الرد اطرح بعض الأسئلة هل زمن التوريد فيه مشكلة الشحن فيه مشكلة هل صار معك مشكلة شحن قبل كذا أخرج يعني حاول أنك تطلع العميل من الدائرة اللي هو يشتكي منها أخرجه من هذه الدائرة الاعتراض عشان الموضوع ينتقل من اعتراض أو مواجهة مشكلة إلى حوار استنتاجي أحاول منه أني أستنتج الحديث أو الكلام اللي يعترض عليه العميل أو المشكلة التي قد تواجه العميل ويخجل من الاعتراف بها نبغى ندخل في خدمة العملاء والفرق بين الخدمة والمنتج وأنا اليوم رتبت المحتوى اللي بيكون للبقرة فلاحظت أنواع العملاء اللي قلت لكم وانصدمت أنه أنا والله مطلع أنواع عملاء كثير لكن نتكلم اليوم على خدمة العملاء خدمة العملاء أو ما يقصد بالخدمة هي منافع نعم الدورة مسجلة وبتعرض على اليوتيوب بإذن الله الخدمة هي منافع غير ملموسة تقدمها المنظمة أو مقدم الخدمة لعملائها من خلال عملية التبادل تتم بين الخدمة أو مقدم الخدمة وبين طالب هذه الخدمة إذن هي منفعة غير ملموسة هذه بس إذا خدتها من كلمة خدمة أنا أكتفي هذا اللي يهمني أخ أحمد سؤالك مفصل شوية أجل شوية بعدين وإرجع عيدة علي نعم أخت مريم نعم أنا أقدم هذه بشكل مفصل دورة في خدمة العملاء نعم أقدم وقد نقوم بطرحها هنا إن شاء الله الآن بنأخذ نبذة بس عن خدمة العملاء فقط الخصائص التي تميز الخدمة أنها غير ملموسة ولا تدرك مادية عيد الشريحة السابقة طيب الخدمة هي منفعة غير ملموسة تقدمها المنظمة للعملاء الخدمة هي الشيء الغير ملموس الشيء اللي ما تقدر تمسك بيدك الخدمة اللي تحصل عليها أنك تروح لمغسلة سيارات مثلا النوافة ما حتقدر تشيلها تحطها في كيس تحطها في ستلاجة إليه بكرة بعدين تطلعها وتصير السيارة نظيفة شيء غير ملموس هذه خدمة تحصل عليها فخدمة العملاء هي منفعة غير ملموسة الأشياء التي تميز هذه الخدمة هي أنها غير ملموسة ولا تدرك ماديا شيء غير ملموس لا يدرك ماديا يعني ما تقدر تمسك بيدك فعليا الخدمة تتلازم ولا تنفصل عن جهة تقديمها يعني من الممكن أنه أنا أحصل منتج أين كان مويا بيبسي أين كان منتج ملموس يعني لمبة أين كان ممكن ألاقيها هنا ولاقيها عند ستين محل كلهم بنفس المنتج نفس التغليف نفس الشكل نفس النوع منتج متلازم لذلك ينفصل عن الجهة المقدمة لأنه متشارك أين كان المحل اللي يبيعه سواء محل الخمسة نجوم ولا محل أبو نجمة اللمبة أو علبة الموية هي نفسها علبة الموية يعني علبة موية صفا هي نفسها علبة موية صفا عند كل المحلات سواء اشتريتها بخمسة ريال ولا بريال اسمها صفا علبة صفا هي وحدة بينما الخدمة لا تنفصل عن جهة تقديمها يعني ما تقدر تقول والله أبغروح عند أي حلاق وخلاص لا الحلاقين يختلفون مع أنه الخدمة وحدة خدمة قص الشعار وحدة ولكن الخدمة مرتبطة بالشخص اللي يقدمها جودة الخدمة مرتبطة بالشخص اللي يقدمها من الممكن تلاقي ناس يضرب مشوار ربع ساعة ثلاث ساعة عشان يروح عند حلاق معين طيب في حلاق في راسي شارع عندكم ولكن لأن الخدمة لا تفصل عن مقدمها أنا الخدمة اللي أحصل عليها هنا تختلف عن اللي يحصل عليها في راسي شارع الخدمات غير متجانسة أي أنها تختلف من عميل لآخر ويمكن أن تختلف لنفس العميل في مرة مختلفة يعني أنا كل يوم أغسل سيارتي عند المقسلة الفلانية بس مو كل يوم هأخرج وأنا بنفس درجة النظافة بنفس درجة الدقة بنفس قوة الرائحة اللي حطوها لي في السيارة تختلف الخدمات غير متجانسة في يدخل عند الحلاق خمسين واحد يحلق كل واحد منهم بيخرج بشكل مع العلم أنك لو سألتهم ميش سويت كلهم بيقولون قصينا شعورهم ميش سويت قصيت شعري هذا الجواب بس كل واحد منهم قصة بشكل مختلف فبالتالي الخدمات غير متجانسة الخدمات لا يمكن تخزينها ما تقدر يعني إذا في آخر رمضان الناس زحمة على الحلاقين ما تقولوا والله في أول رمضان بروح أحلق وباخد الحلاقة وبحطها في الثلاجة شان ما ت يعني تخرج خليها في الثلاجة يلي أن إن شاء الله يوم تسع وشتين ثلاثين رمضان أطلعها وأصير محلق جاعز ما تركب خدمات لا يمكن تخزينها شي تدفع عليه الآن تحصل عليه الآن العميل يساهم بشكل كبير في إنتاج الخدمة العميل يساهم بشكل كبير في إنتاج الخدمة من حيث البيانات المقدمة يعني لما أجلس عند حلاق جودة الخدمة اللي بحصل عليها تعتمد بشكل كبير على المعلومات اللي أنا أعطيها له من ناحية إيش أبغى في الحلاقة كيف أبغاها بيشتخدم المقص ولا المكينة كيف الطول يعني كل هذه التفاصيل كل هذه البيانات اللي أنا أقدمها له تساعده في أن يقدم لي الخدمة اللي أنا جاي أحصل عليها السلايد القادم من الآن أقول لكم جاهزوا اللي يبغي يصوري جاهز السلايد القادم فيه جدول نعم الطبيب برضه المحامي كذلك كلهم هذولا خدمات وليست منتجات الخدمة غير ملموسة ولا تدرك ماديا حاضر الأخطفات ما تقول إذا ممكن تعيد أول نقطة الخدمة غير ملموسة شيء غير ملموس الإدراك المادي لشيء يعني أن تكون على قدرة أن تمسكه يعني هذا القلم مثلا له أنا أستطيع أن أدركه ماديا يعني أقدر أمسكه بيدي بينما المنتج شيء يمكن أن يلمس الخدمة شيء لا يدرك ولا مادية نعم أخ أحمد نعم المعلم هو مقدم لخدمة هي خدمة المعلم الطبيب المحامي المهندس كلها خدمات طيب السلايد القادم في جدول المقارنة بين أنواع بين خصائص الحلاقين لخبطتوني أخت عهد الله يصلحي لخبطيني أقدر أحول الخدمة لمنتج سؤال جميل جدا إذا كانت غير ملموسة لا يمكن أن تحولها إلى منتج هي إذا كانت غير ملموسة لا يمكن أن تكون ملموسة ولذلك أصلا ما في فرق بينها من ناحية القدرة على جذب العملاء والقدرة على تحصيل مبالغ منها عموماً السلعة والخدمة شيئين مختلعة تمام رولي مجدي تقول خادمات المنازل خدمة ومنتج وين المنتج اللي تحصل عليه من خادمة المنازل أو السلعة اللي تحصل عليها وين ما فيها ما فيها سلعة يجي نظف البيت ويمشي طيب هذا هو سلايد عشان تصورونا على ما نشوف الإجابات لأن أنا عندي فضول كيف خادمة المنازل تقدم خدمة ومنتج طيب هذا الجدول فيه مقارنة مقارنة سمحت أستاذ أقيل أسهل وأقرب مثال مثلا أحد شركات للتصالات تقدم شريحة بيانات تمام خدمة العملاء ما بعد الشراء شريحة البيانات ليست منتج ليست يعني ليست سلعة هي خدمة أنت تبغى الانترنت اللي هي توفر لك يعني لو قدرت تحصل على الانترنت بدون شريحة البيانات ما أبغى الشريحة شكرا ما تلزمني إذن كاركات الاتصالات هي تقدم منتج ببيع الجوال الجوال منتج شيء ملموس بينما الشريحة نعم هي شيء ملموس ولكن الهدف منها هي الشيء اللي توفر لي يعني في جوالات في جوالات تجي أو مثل ساعة أبل الجديدة مثلا فيها شريحة منها وفيها ما أحتاج الشريحة توفرت الخدمة مباشرة خدمة العملاء اللي ما بعد الشراء هذي موجودة عند الكل الكل يوفر خدمة بعد الشراء بس بعضهم جيد بعضهم سيء بعضهم ممتاز بعضهم لا في أحد الأخوات حطت نقطة تبغى تشوف ليش الشات عند ما يطلع عندي الشات ما يطلع عند أحد إلا عندي أنا وعند المشرفين في SK Trading طيب هذه المقارنة ننتقل للسلايد اللي بعدها يعني طبعا إذا دخلنا في تفاصيل كثير عن الفرق بين المنتج أو بين السلعة والخدمة هيكون في تعمق كثير وتوضيح كثير لذلك كان مهم بس أن الفكرة وصلت عشان ما ننضيع وقتنا لأنه باقي عندي أشياء كثير ما أتكلمنا فيه منتج جوال وفي تتبع للطفل طريقة اتصال للآباء برقم واحد وهذه خدمة نعم أخ عبد العزيز أنا ما أقول أنه يمكن أن يعني مهو ممكن أنه يجي منتج وخدمة أو سلعة وخدمة مع بعض لا ممكن ولكن لا يمكن أن تتحول الخدمة إلى سلعة الشيء الغير ملموس ما أقدرني أحول لشيء ملموس إذا فيه شيء زي كذا علموني فيه دوني طيب المنتجات كلها يد طيب ممتاز وضح الفكرة بأن الثنتين يد وحدة يمنى وحدة يسرى الثنتين منتج ولكن وحدة خدمة وحدة سلعة سلعة بس تقدم خدمة كمان ممكن توصيل المنتجات أنا مشكلة جالسة عيد نفسي حسيني جالسة كرر نفس الكلام بدون ما توصل للصورة السلعة شيء ملموس أنت تشتريه لأنه شيء ملموس ويمكن أنك تشتريه من أي مكان وحيكون نفس الشيء السيارة أي خدمة وش هي الخدمة اللي ممكن تتم بدون سيارة أو كيف ممكن تتم بدون سيارة أي وحدة فيهم بالضبط التوصيل ممكن يتم بالدباب ممكن يتم بالسيكل ممكن يتم مشي إذن معناته هي قناعة كالشخصية شيء يعني خلاص السيكل والدباب والسيارة هي السلعة تمام هي لا توفر لك خدمة هي تعطيك قيمة الانتقال من مكان إلى آخر القيمة هي التي تبحث عنها الفائدة المرجوة وليست الخدمة أنا أنا أتكلم بمصطلح علمي قد يكون زي كلمة قيمة الناس تفهم كلمة قيمة أنها مبلغ مادي بس أنا في عالم التسويق لما أقول كلمة قيمة ما أقصد فيها المبلغ المادي أقصد فيها الفائدة المرجوة الجدوى الواضح هنا هذا هو هذا هو الفرق والسيارة إذا كانت هي السلعة فأنا لا أبحث أنا أبحث عن القيمة التي تضيفها لي وهي الانتقال من مكان إلى آخر هذه هي القيمة التي أنا بناء عليها اشتريت السيارة اشتريت السيارة بناء على أن فيها ميزة أن تنقلني من مكان إلى آخر وليست خدمة أنا أتكلم بمصطلحات علمية وليست بالكلمات المتداولة بين الناس لأنه لو بنتكلم على الكلمات المتداولة بين الناس الناس يستخدمون كلمة تسويق خطأ يستخدمونها بمعنى ترويج فأنا أتكلم بالمصطلحات العلمية تمنى أن الصورة وضح طيب حتى تتحقق خدمة المتميزة العملاء يجب أن يكون لديك دافع تحفيزي واحد وهو أن تجعل تجربة العميل مع الشركة إيجابيا إلى أقصى درجة ممكنة كلما زادت الإيجابية في تجربة العميل كلما كان رضا العميل أعلى وهذا يحقق التميز في تقديم الخدمة تبدأ خدمة العميل بالاتصال المبدئي وهي عملية التعارف أو جذب الانتباه لتقديم الخدمة التي يطلبها أو تعرف عليه الاتصال المبدئي قد يكون نظرة فقط تمام لذلك مهم جدا أن تنتبه لهذا الاتصال المبدئي معظم العملاء في هذه المرحلة قبل أن يطلب الخدمة يركز على عدة عوامل الأخ رضوان يقول طيب ما عليش أنا والله مسكت معايا للحين الأخ رضوان يقول طيب ما عليش هل ممكن أن تكون السيارة سلعة تقدم خدمة عزيزي يا رضوان أنت مستخدم كلمة خدمة بالمعنى المتداول بين الناس أنا أستخدم كلمة خدمة بالمعنى العلمي لها في عالم التسويق كلمة خدمة عند الناس يعني قيمة في التسويق يقدم لي خدمة يزيد من قيمة الشيء في أن يقدم لي فائدة مرجوة الفائدة المرجوة هي اللي أنا أقصد فيها اللي تحصل عليها من السيارة كلمة خدمة عندك عندي أنا تعني فائدة مرجوة لذلك أنت تستخدم كلمة خدمة بالمصطلح العام المتداول أنا ما أستخدمها من هذا المجال أنا أنظر لها من منظور تسويقي بحت لذلك أنا أستخدم الكلمات بمعناها في عالم التسويق تمام العملاء يركز قبل أن يطلب خدمة على عدة أشياء أولا مظهر مقدم الخدمة وثقته بنفسه يعني الشخص اللي بيقدم الخدمة الطريقة اللي هو لابس فيها طريقة يعني هندامه وثقته بنفسه تساعد بشكل كبير على إعطاء إيحاء إيجابي أو سلبي عند العملاء فهي طريقة للتقييم شعور مقدم الخدمة بالانتماء إلى المنظمة لابد عليك أنت كمقدم خدمة أن تعطي الإيحاء بأنك أنت والمنظمة جزء واحد لا تبرئ نفسك منها ولا تعزل نفسك عنها طريقة مقابلة مقدم الخدمة ومدى نعم الأخت صباح تقول الصالونات تقدم خدمة سواء بديكير أو قص أو أي خدمة نعم هذه خدمات وأيضا يقومون ببيع سلع مثل بيع الشامبو أو علاجات الشعر هذه سلع نعم هو يبيع سلع ويبيع خدمات تمام إذن المقابلة ورغبة الشخص في تقديم الخدمة أحيانا تلتقي بشخص وتدري أنه ما يبغى يتكلم معك عندك إحساس وصلك هذا الإحساس بأنه هذا الشخص يعني ما يبغى يقدم الخدمة الشات مغلق عند الجميع أنا بس اللي أقدر أشوف يا أخي فمهم جدا أن تبين للعميل مدى رغبتك في تقديم الخدمة اللي هو يبحث عنها أيضا الأسلوب الذي يستخدم مقدم الخدمة في جذب انتباه العميل الطريقة اللي تجذب فيها انتباه العميل هذه تعطي إحاء عنك يعني في ناس عشان العميل ينتبه لكي يقف في مكان واضح نعم لغة الجسد ممكن تنفر العميل لذلك كن حذرا في التعامل تمام دكتور سامي أشكرك على الرسالة ولكن طويلة جدا لذلك صعب أني أقرأها كلها عشان ما ضيع وقت على الآخرين لكن بارجع لها بإذن الله هذا الأسلوب يعطي إحاء مهم جدا عند العميل أخ نبيل برضو عرف السلعة بطريقة يعني مطولة أعجز عن قراءتها للوقت أنا أعتذر الرسائل الطويلة صعب جدا أني أقرأها عموما الأسلوب يختلف عند مقدم الخدمة في جذب انتباه العميل وهذا يعني يجب أن يتم استخدامه بطريقة المناسبة إما بالوقوف في المكان المناسب أو بتوضيح الابتسامة أو بالرغبة لا ترمي نفسك عليه من ناحية أنك تكون قريب جدا منه ولا تكون بعيد جدا عنه كن في مكان يستطيع أن يصل لك العميل نعم أخت أثير فيه جزء ثاني من الدورة هو أمس واليوم الثاني وبكرة الجزء الثالث والأخير بإذن الله كلها ستكون نازلة على اليوتيوب لذلك لا تستعجلون كل شيء موجود ما فاتكم شيء بإذن الله أشياء يجب أن يتم مراعاتها نعم بكرة إن شاء الله فيه جزء ثالث نعم أشياء يجب أن يتم مراعاتها عند الاتصال المبدئي يجب أن يتم خلق جو اجتماعي ملائن مثل أن تبادر بالسلام أو المصافحة طبعا المصافحة هذه قبل كورونا بعد كورونا ذه الحين لمسة الكوع أو حتى أن تبين أنه كان ودك أنك تصافحه ولكن الظروف هي اللي منعت أنك تقول والله كنت أتمنى أني أصافح ولكن للأسف ما قدرت الأخت رهام أتوقع في موقف صار لها مع موضوع المصافحة هذا جالسة تضحك بطريقة نعم أخت منار غدا إن شاء الله بنتكلم على أنماط العملاء وأنواعهم اللي هو العصبي هذا حاضر الشريحة اللي قبل الشريحة اللي قبل تفضل هذه تمام نعم أخت رهام بالضبط النقطة صحيحة أخت رهام بالضبط الموضوع التجنب المصافحة أصبح شيء إلزامي لذلك بين له بأنك كنت تود أن تصافحه ولكن الظروف هي اللي حتمن عرف بنفسك تمام هاول أن تتعرف على اسم العميل أن تتعامل مع الشخص وأن تذكر اسمه بين فين وأخرى يعطي إحاء إيجابي ويعطي تقبل عالي عند العميل في التعامل لأنه يصبح الموضوع أكثر يعني شخصية كن مبتسما الابتسامة دائما خلق جو اجتماعي ملائم وضح أكثر الجو الاجتماعي الملائم حينما يكون رجل ورجل تمام الجو الاجتماعي الملائم أن يكون المسافة بيننا معقولة ليست بالقريبة جدا ولا بالبعيدة جدا تمام ونبرة الصوت وطريقة الصوت مختلفة عن لما يكون المقدم الخدمة رجل والعميل امرأة أو تكون مقدم الخدمة امرأة والعميل رجل في هذه الحالة الجو الاجتماعي الملائم في مثل هذه أن تكون المسافة أبعد من لو كان الاثنين من نفس الجنس نبرة الصوت مختلفة طريقة توجيه النظرات مختلفة هذا هي الجو الاجتماعي الملائم الابتسامة سبحان الله لها قدرة على تبسيط الأمور وعلى خلق جو إيجابي لذلك ابتسم دائما وهذا شعاري في الحياة أنا ابتسم دائما لكي تستطيع أن تجذب انتباه العميل أحد الأخوات تقولك كنا نبتسم بيوجه ناس وحسبو أننا نضحك عليهم النواية الله أعلم بها ولكن لعليك أنك تقوم بالشيء المناسب أحيانا قد يكون المبالغة في الابتسام ما تعطي إيحاء سلبي حتى تستطيع أن تجذب انتباه العميل يجب أن يكون توجيه الأسئلة بالطريقة المناسبة توجه أسئلة لا تكون فضولية لا تكون أسئلة فضولية ولا تكون أسئلة معقدة حاول أن تبسط الأسئلة التي تقوم بتوجيهها أيضا تعزيز حس الفضول لدى العميل يعني يجب يجب تبين للعميل بأن نحاول جاهدين أن نحل المشكلة عندك تمام أو المشاكل التي أنت تعاني منها لهدف الحصول على الرضا وليس فقط البيع دائما تأكد من أن العميل فعلا بحاجة إلى الخدمة تمام يعني لما تكون مثلا في بعض الأخوة والأخوات مثلا اللي يعملون في شركات الاتصالات وظيفته أنك تتصل على أو أنهم يتصلون على عملاء ويقول له والله إيش رايك تشتري جوال ونقصط عليك جوال مثلا من باب أولى أنك إذا اتصلت على العميل أن تتأكد إذا كان فعلا بحاجة إلى هاتف جديد أو جوال جديد أو لا بدل ما أنك تبغى تقول شفت العرض اللي مقدمينه شفت اللي ممكن ما يكون في حاجة ولكن تسأله مثلا عن مثلا ممكن أعرف إش نوع الجوال اللي معاك وقتها أنت تقدر تقيم مدى حاجته قد يكون يبغى عشان يشتري الشخص آخر بس وقتها بتعرف أنه مدى الحاجة أقل لأنها ليست حاجة شخصية إرشادات تساعد على عرض الخدمات أولا كسب ثقة العميل وهذه تكلمنا عليها كثير تحدث بلغة العميل مراعيا ثقافته العامة تحدث بالأسلوب اللي يستوعبك فيه العميل لا تتكلم بطريقة معقدة أو صعبة قد يصعب عليه استعابها اذكر المنافع الخاصة بالخدمة التي تعرضها بشرط أن لا يؤدي إلى عزوف عنها وخوفه من الشروط أو المواصفات يعني حاول أن تفصل بطريقة مبسطة ولا تزرع عنده خوف أو رهبة من التعامل مع مثل هذا المنتج أو هذه الخدمة يجب 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 أن يكون الشرح والتوضيح وافي لا تطعن في أي من العملاء أو الزملاء أو الإدارة العليا يعني لا تبدأ تتكلم سلبا عن عميل آخر أو عن أحد الزملاء اللي قدم خدمة سيئة أو عن الإدارة في أنها ما تراعي أشياء معينة لا تحاول أن يعني تذكر أي شخص بسلب في هذا الإطاء أو في هذا مجال من سمات أو صفات مقدمي الخدمة المتميزة أن يحرص على الموقف الإيجابي والمظهر البهيج الموقف الإيجابي اللي هو التعامل أو توفير الطريقة المناسبة للتعامل الموقف الإيجابي في أن أكون جزء من المنظمة لخدمتك وتقديم المفيد لك الاستماع للعميل ومن أجل الآخرين لا أعرف لماذا كنت أكتب بسرعانا الاستماع للعميل ومن أجل الآخرين يعني أو الاستمتاع بالعميل هي الاستماع للعميل ومن أجل الآخرين لما أقول الاستماع للعميل هذه واضحة بس من أجل الآخرين اللي أقصده في موضوع من أجل الآخرين فيما يتعلق بالاستماع للعميل أحيانا حينما أستمع لعميل معين هو يعطيني معلومات ليس بالضرورة عنه هو شخصيا تمام قد يعطيني أشياء أنا ما عمري فكرت أنه الناس تبحث عن منتج معين لهذا الغرض فإذا استمعت منه أنا الآن أنفع أشخاص آخرين في أني عرفت حاجتهم من شخص لا يمثلهم بصلة ولكن أعطاني طريقة تفكير جديدة أعطاني معلومة جديدة عن طريقة استخدام هذا المنتج أن يضع العميل دائما في مركز الاهتمام دائما العميل هو النقطة الأساسية التي تدور حولها كل شيء في التسويق عامة وفي الخدمات خاصة مقدم الخدمة المتميز يتسم بالنشاط والحيوية في العمل حتى وإن كان خارج الموت زي ما نسميه يجب أن يبين بأنه مليء في النشاط والحيوية مقدم الخدمة المتميز أو مقدم الخدمة المتميزة ينظر إلى مهنة خدمة العملاء على أنها مهنة علاقات إنسانية لأنك توفر للأشخاص حاجات لهم أو تحل لهم مشاكل لذلك مهم جداً أن ينظر لها على أنها علاقات إنسانية أيضاً يستمع أو يستمتع بمطالب العملاء الجيدة ويتجاوب معها بمرونة يستمع لمطالب العملاء الجيدة ويتجاوب معها بمرونة لما أقول بمرونة يعني يكون في تساهل في طريقة التقبل من العميل وطريقة الطرح وهذه بنتكلم فيها قدام لما نتكلم على أنواع العملاء في طريقة التعامل مع الجميع أن يؤمن بمبدأ أن العميل دائماً على حق الآن أبغى أتكلم على العميل دائماً على حق كثير نسمعها وكثير نقراها العميل دائماً على حق العميل دائماً على حق ممكن أخذ من وقتكم ثلاث دقائق وتعطوني رأيكم في هذه الجملة العميل دائماً على حق أبغى أسمع منكم وش رأيكم؟ هي سياسة طيب يه كيف يعني سياسة؟ لا مو دائما لي كسبه لي دائما أخت شوق تقول دائما أخ مبارك يقول لا موه دائما السؤال رأيك في جملة العميل دائما على حق أخ أحمد يقول العميل أحيانا يكون مخطط أخ محمد يقول جملة غير صحيحة ولكنها من صناعة عالم المال والأموال اللي جعل المكسب المادي فوق كل شيء أخت جواهر تقول على حق لأنه يعرف نصبر فقط من أجل الرزق رضوان يقول العميل ليس دائما على حق ولكن هي سياسة لكسب العميل أخت أخير تقول العميل دائما على حق إلى أن يثبت العكس أخت شوق تقول إذا غالطته طلع الغيرك والهدف كسب العميل طيب إجاباتكم جميلة جدا عشان نستوعب جملة العميل دائما على حق ربما الأخ رضوان هو أكثر من الإجابات اللي لاحظتها أنه جابها على الجرح أو هو الأقرب للفلسفة خلف هذه الجملة العميل دائما على حق ليس معناته أنه كل شيء يقولها العميل صح تعلن العميل ممكن يكون غلطان ممكن يكون هو السبب في المشكلة لكن لما أقول العميل دائما على حق يعني عامل العميل وكأنه دائما على حق عامله من هذا المنطلق عامله وكأن الحق معاه كأنه أنت الغلطان تخيل نفسك في موقف أنك أنت غلطان وجالس تحاول تصلح خطائك أبغاك تتعامل معاه بهذا الإطار حتى وإن كان هو الغلطان وصلت الفكرة لما نقول العميل دائما على حق هذه هي الفكرة أنت تقمص دور أنك أنت الغلطان وتعامله على هذا الأساس وتعمل جاهدا على إصلاح المشكلة حتى وإن كان هو الغلطان عامله وكأنه دائما على حق فجأة الشات وقف بدل ما كانت رسائل 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 الآن إي وجات تمام وضحت الفكرة نعم بالضبط عشان أكسب العميل هلو في أخوان حطوا لي رقم ثلاثة طيب ممتاز هذا اللي نقصد بالعميل دائما على حق منطقة العملاء في الحكم على المنظمة كيف طيب هل هذا ينفع بين الموظف المدير أنه مهما كان المدير على غلط أكون معه خواطر تقول المدير ليس يعني أوسل ليس نعصول من الخطأ ثانيا المدير يرتكب أخطاء ومن واجب الموظفين أنهم يساعدون على تفادي هذه الأخطاء لأنه النجاح مرتبط ببعضه تمام يعني هذه باب كبير في مجال الموارد البشرية فبالتالي ما أريد أن أدخل فيها الأخت لمة تقول هذا لا يعني أن تتجرب من مبادئك وتكذب وتفتري بأشياء غير واقعية شاهدت أخت لمة أنا ما أقول تقمص الدور يعني خلي نفسك أنت الغلطان وركب نفسك شيء مو فيك لا أنا أقول الأخت لمة أرجوك إذا وصلت الفكرة لأنه أنا الكلام اللي قلتيه موضح لي أنه أنت ما فهمت قصدي فبالتالي أجلس أنتظري لين أسمع منك تمام؟ أنك وصلت الرسالة اللي أنا أبغى أقولها أنا ما أقول تقمص دور أنه العميل دائما على حق يعني أنه ركب نفسك الخطأ واكذب وافتري في مقابل أنك ترضي لا أنا أبغىك تتقمص دور الشخص يعني تخيل أنه أنا أخطيت في حقك تمام؟ مدى رغبتي وإصراري على حل المشكلة أعلى من لو كان الخطأ ليس بسببي لما يكون الخطأ من واحد ثالث ما بيكون عندي رغبة في حل المشكلة زي لما يكون شخص آخر فأنا أبغىك تتقمص هذا الدور وتحاول حل المشكلة جاهداً وكأنه على حق حتى لو كان هو الغلطان طيب ممتاز شكرا لك لما وصلت طيب حاضر أختي هم تبغى هذه هذا سلايد تمام كذا؟ حباً وكراماً كيف يحكم العملاء على المنظمة؟ لا يهم العميل بذل الجهد في العمل وبذل أقصى ما في وسع المنظمة من أجله ولكن يريد أن يتلقى حلول فورية لمشكلاته العميل ما هو مهم بالنسبة له مين سبب المشكلة ولا وش الجهود اللي المنظمة جاسة تسويها ولا المبالغ اللي الشركة جاسة تحاول أن تدفعها عشان ترضي العميل المهم بالنسبة له أنه مشكلتي تنحل نقطة تمام؟ العميل لا يهتم بالمشكلات اليومية للمنظمة أو الإجراءات الروتينية التي تستخدمها حتى ولو كانت في مصلحته لأنه يرى أن ذلك من مسؤوليات العاملين فيها والتي يجب لا تشغلهم عنها إن شاء الله خلال العشر دقائق أو الربع ساعة القادمة راح أقفل ولو ما انتهينا تحملوني بكرة شوية معلش أنا آسف والله لكن المحتوى كده يتطل طيب مهم أن نستوعب بأن العميل لا تعنيه المشاكل التي تمر فيها المنظمة ولكن ما يهمه هو أن يحصل على المصلحة أو الفائدة اللي هو يبحث عنها لا يهتم العميل بالبناء التنظيمي للمنظمة مقدمة الخدمة سواء كان شكل خريطة تنظيمية أو تفصيلاتها أو الإدارات أو الأقسام أو كان الكتيب جميل هو ينظر للشركة أو المنظمة على أنها وحدة واحدة وكلها تعمل من أجله ما هو مهتم أن القسم الفلاني غير متصل بالقسم الفلاني وهذا يتواصل معها هذه كلها أشياء شكلية لا تعني العميل شيء لذلك ليست مقياس لجودة المنظمة في نظر العن طيب إرشادات لجعل الإنقباع الأولي جيدا الأخ نبيل يقول العميل دائما على حق يعتبر كمثل المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويأخذ على أنه صواب في شكواه حتى إثبات كافة البراهين في عالم التسويق لا للأسف يعني ليست بهذه الدقة ما أبغى أقول لا ما أحب الكلمة ليست بهذه الدقة لأن إذا أثبت أن العميل هو سبب المشكلة خسرته لا المشكلة أنحلت وله رضي ولا أنت لا تبحث عن الشماعة اللي تعلق فيها سبب المشكلة يعني أنت ما حترتاح نفسيا إذا العميل عرفنا أنه هو سبب المشكلة أنا أبغى تسعى لحل المشكلة وكأنك أنت المتسبب وكأن العميل دائما على حق طيب الانطباع الأولي مهم جدا وحتى تستطيع أن تعطي انطباع أولي جيد استوعب ما هو الانطباع الأولي اللي يأخذه الناس عن مكان أخرج من الموقع وادخل إليها وكأنك عميل إيش أول شي بتلاحظه؟ هل الموظفين يرفعوا الروس ويبتسمون إذا دخلت أو لا؟ هل الأرضية نظيفة؟ هل في أشياء دون المستوى؟ خلال الخمس أو عشر ثواني الأولى إيش الأشياء اللي شدت كنت بهت لها؟ إذا وجدت مثل هذه الأشياء حاول أن تصلحها مباشرة لأن زي ما أنت شفتها أي عميل آخر أحيشوفه أثناء فترة الراحة اتصل هاتفيا برقم شركتك واتصل عن شيء معين إيش الانطباع الأولي اللي حصلت عليه إذا اتصلت بهذا الرقم؟ هل من السهل أن أصل إلى الشخص اللي أبغاها أو المعلومة اللي أبغاها؟ هل الشخص اللي يرد على الهاتف يتحدث بطريقة سليمة وصحيحة أو لا؟ هل يتعاون؟ هذي كلها أشياء تساعدك في أن تخلق انطباع أولي جيد إذا عرفت وش هي المعايير اللي يحصل عليها العميل حتى يعني يحصل على انطباعها الأولي مثال جميل أختي هي ممتاز جدا أنه عميل كان على خطأ تماما وطلب من تطبيق آخر غير التطبيق حقهم وكان جدا مستاع من التأخير وتلفظ وأخذ وقت اللي انتأكدوا وبعدين اكتشفوا أنه طالب من جهة أخرى يعني يتخيل أنهم قالوا يا أخي مو مشكلتنا مع السلامة وقف له في وجه قال انطباع سيء وقد لا يكون عميل يعود مرة أخرى ولكن التعامل ابذل جهدك شكرا لك احرص على أن يكون هناك نوع من الاهتمام الإيجابي أثناء الخمس إلى عشر ثواني الأولى من دخول العميل مثلا يعني يمكن أن يتم من خلال إيماءة بسيطة بالعين أو إيماءة بالرأس أو باليد عشان تعطيه الإيحاء أنه أنا معاك وشفتك وانتبهتلك وأدري أنك موجود وأبدأ في خدمتك في أسرع وقت ممكن الابتسامة برضو نعم نعم الانطباع وردة الفعل أخ فيصل تختلف إذا كانت الخدمة وجهها لوجهها وعن طريق التليفون وأنت تمنيت أنك تستنى شوية لأنني بعد شوية أتكلم بعجالة على المكالمات الهاتفية أخت إيمان كن حذر في موضوع الترحيب إحنا قلنا لا تقاطع ممكن تكون أنت تتحدث مع عميل آخر لا تقاطع العميل هذا عشان تطالع في هذاك وتقول له مرحبا تفضل لا تقاطع هذا لكن وأنت تتكلم معه مجرد ما ترفع عينك وتهز براسك وترجع لهذا أنت أخذت أقل من نص ثانية أعطيتها ذاك الإيحاء بأنه أنا انتبهت لك وبأن هذا أنا معك ذلك ركزي على هذا الموضوع بأنه ممكن تكون مع عميل لا تقطع حديثك معه التعامل مع العميل أثناء الانتظار يجب تلبية طلبات العملاء من خلال نظام واضح للأولويات يعني يكون طريقة الصفوف واضحة العميل يقدر يعرف وين دوره وكم الوقت اللي بيستغرقه إلى أن يصل إلى مقدم الخدمة من الأمثل أن يكون فيه جهاز للأرقام مثلاً أو أن يكون الجلوس في التسلس الواضح يعني الأول فالأول يجب أن يتم الحفاظ على هذا النظام لأنه أي خلل فيها قد يتسبب في مشكلة أكبر أتذكر مرة اسمحوا لي أشارككم هذه القصة الشخصية أتذكر مرة كنت واقف في صف أنا من الناس اللي ما أحب أني أخالف أو أكسر نظام ولا أحب أنه أحد يكسر نظام علي في شيء يضرني شخصياً إذا أنت شيء يضرك مع نفسك ممكن أنصح ممكن أكلم ممكن أخليك لكن إذا كان بيضرني لا أنا آسف فكنت مرة واقف في صف مطعم والناس صافين كل واحد يكبر الثاني ومنتظمين فجاء واحد وسقط مو هو علي ولا على اللي قدامي يمكن على الثاني أو الثالث قدامي يعني بسنف أمامي جاء أخذ دوري فجاء قدام كده قدام ثنين أو ثلاثة ودخل في الصف الشخص اللي هو سقط عليه سكت واللي وراه ساكت ما قال شيء لو أنا تكلمت الحالي كان ممكن يطلع شكل يبايخ أنه أنا الوحيد اللي تكلمت وكأني أنا جالس أختلق مشكلة يعني فأسرع قرار أنه أحول الناس هذولا كلهم في صفي اللي سويته اللي سويته قلت لو سمحت يا أخ جيت عنده كذا ودقيته على كتفه قلت لو سمحت يا أخي أرتفت علي وتشوف أنا في حريقة مع السلامة مو لازم أنا ما وراي شيء وأقعدين البكرة ما وراي حاجة لكن يا أخي شوف العم هذا الكبير في السن والناس هذولا كلهم اللي في الصف ما أحد منهم ما لي عينك كلهم طاحوا من عينك اللي جيت بغى تسقط عليهم كلهم يا أخي خلني أنا مع السلامة تعال مكاني أنا بخرجي تعال مكاني بس هذا الكبير في السن الشاي بليش إيش ذنبه يعني تجي أنت تأخذ دوره ترى الدقيقة تفرق معه فجأة اللي في الصف كلهم صاروا يلتفتون عليه وينتقدونه إيه ويا أخي حرام على يا أخي يرجع يا أخي كلنا صار فيه من زمان تعال صف أنا وجهت الناس كلهم ضده ورجعت ووقفت مكاني بكل بساطة يعني فهذه سياستي أنه في صف واحد وفي صف واضة لو اضطريت وتكلمت أنا قد ينظر لي أنه أنا الشخص اللي أختلق المشاكل لكن حاولت أني أخلي الناس كلهم يصفون معايا وصيروا كلهم في صفي ونتعامل كلنا يعني كفريق واحد يعني جربوا هالحركة هذي حلوة أخت أثير جربي هذه الطريقة جربيها عموما مهم جدا أن يكون النظام واضح في عملية الصفوف أو عند انتظار العملاء بالنسبة للعملاء ذوي مركز اجتماعي بارز أو تسلم أخي مبارك شكرا أو العملاء المهمين أو العملاء اللي عندهم إعاقة أو كبار السن أو المرضى أو النساء في بعض الجهات أو الإدارات قد يكون من الضروري أن لا نساويهم بأي عميل آخر بأن نوفر لهم صف معين أو عناية معينة لذلك لكي تحافظ عليهم يجب أن يعني تقدم لهم خدمة ولكن بحذر تمام يجب أن لا يتأذى العملاء الآخرين العملاء الآخرين يجب أن لا يتأذوا وأن لا يشعروا بأن هذه عنصرية أو أنك تفضل عملاء بعضهم على بعض لازم تعطيهم خبر بأن هذه الخدمات اللي أنا جالسة أقدمها لهؤلاء لهذه الفئة لن تؤثر على الوقت اللي أنا أقدمه لك أو على الجودة على الخدمة اللي سأقدمها لك يجب أن تكون صادق في تعريف العملاء بالوضع الحقيقي لهم وليس بتقديم الدعاءات لا يتقبلونها مثل لقد حضر مبكرا ولكن صرف لأمر هام يعني ما تقول له والله ترى هو كان موجود بس لنراح شغلة مهمة وراجعة لا تختلق أعطيه الجواب الصحيح لأنه هو من فئة نحن عندنا في المنظمة نقدر هذه الفئة سواء كبير السن أو معاق أو من الجيش السعودي في الحد الجنوبي أو أيًا كان نحن نقدر هذه الفئة لذلك نحن نخصص بهم خدمة معينة ولا تخاف لن يؤثر على وقت تقديم الخدمة ولا على جودة الخدمة اللي أنت تحصل عليها دائماً أشعر العميل أثناء الانتظار بأنك مستوعب وجوده من خلال مسؤول من علاقات العامة وحتى موظف يلقي التحية أثناء الانتظار يعني مثلاً في البنوك نلاحظها عن غيرها أنه أنت داخل تلاقي فيه موظف واقف ينتظرك عند الدخول عشان يشوف أنت فين تبغى أشي القسم اللي تبغى يقوم يطلع لك الرقم أنه الجهاز قدامك تقدر تصوير بنفسك ولكن هذا من باب إعطاء الإيحاء بأنه نحن نحاول خدمتك بأسرع طريقة ممكن أيضاً كلمة إذا كنت أنت المقدم الخدمة المقدم الخدمة المباشرة لا كلمة اللي بعده ولا نيكست ولا التالي تعال كلمات ليست رسمية تفضل الشخص اللي يحمل الرقم كذا مرحباً زي كده يعني حاول أنك تجمل طريقة استدعائك للشخص طيب أنا أنا حوقف عند هذا عند هذا سلايد تمام هذه وسائل التواصل حق التيل اللي حاب أن يتواصل معي دائماً أرجع وأقول تويتر واليوتيوب فيها مواضيع عامة ولكن القناة الثالثة هي مخصصة للتسويق بشكل بحث يعني ولكن الأولى والثانية مواضيع عامة وطرحي مختلف أتمنى أن نقدر نوصل المحتوى بطريقة إيجابية اليوم إذا ممكن وتسمحوا لي رح أرسل الرابط اللي أرسلته لكم بالأمس يعني اللي حاب أنه يذكر شيء أو يعلق على شيء أو يعطي معلومة أخرى أو يدعم شيء قاله أو يمسح كلام قاله مع أني قرأت الكامل اللي قلت أمس بس يعني لو حاب إذا في أي أسئلة أو شيء إن شاء الله كل الدورات بتكون موجودة على اليوتيوب لذلك لا ت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر